موسيقى انا مصوطة قوي بالتغيير اللي حصل الكوفيرج المعمولة من الميديا والسفورت المعمول للبنات بالذات لان الولاد مهما كان كان فيه كانت قناة الاهلي بتزيع شوية ممكن نالسفورت كانت بتزيع بس البنات حتى دولي وكوفيرت بطريقة غير طبيعية دي كت حاجة بسطاني جداً انا كنت عادي اخر سنة دي كنت اي مطر عادي اشوفه كان فيه موقع الاتحاد المصري كان على فيسبوك في زيع الماتشات فطبعاً ده مكانش موجود لما انا كنت تبقى لعب خالص انا كنت عشان اتفرج على نفسي انا اللي عزته ده كان بيبقى لو اشوف بقى احد من الامهات صغر الماتش عشان اوريه الاهلي او حاجة زي كده كل حاجة كفرد كده وعاماً ميديا حتى مش بس الماتشات كلها تبقى مزاعة على مسلاً او على اي حاجة بس ان الاهتمام الاهتمام بالميديا طبعاً في البنات بسيطني جداً اللي انا متعودة عليه ان انا اشوفه في الولاد قد الوقت الولاد في كل الماتشات يعتبر موجود بس ان هو يكون موجود في البنات ده حاجة كبيرة طبعاً جداً لا انا شايفة صراحة ان الكفرد في السوشيال ميديا والناس تتفرج اكتر على الماتشات ده الناس حتى ما كانت تتفرج قبل كده بقيت شايفة ان في اصلاً بنات تلعب بسكت على تلفزيون كانت تتفرج عليهم ده اساساً دافع كتير جداً انا اعرف ناس صحابي كانوا بيحكولي انهم اصلاً انهم اصلاً 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 انهم اصلاً انهم اصلاً انهم اصلاً انهم اصلاً نحن اصلاً نسبة نفسنا ونكسب بطولات ان شاء الله المستوى يفضل يعلى ومستوى العيب نفسه ومستوى العيب نفسه ده هيفيد يعني 100% ان هو كل حاجة كده كده هتعود لمنتخب اللي احنا ان شاء الله يعني نقدر نخش فيه ونرجع لمكانتنا يعني في افريقيا ان شاء الله علشان النادي الاهلي انا معمولي حاجة اسمها حفظ مش متسجلة يعني مش متسجلة في القايمة زيهم هم عندهم اماكن بيسجلوهم فانا كم اقول لي حاجة اسمها حفظ يعني احاولوا ان انا ألعب وتكلموا ناس ان احاول ان انا ألعب بس كان لازم من الناس اللي متسجلة في القايمة هي اللي لازم تلعب فما حصلش يعني ان انا عارف تلعب يعني انا مفوضات الاهلي معايا اساساً من من زمان اني كابتان عالي معايا بتعمل بنتو انت يتخلصي لازم تلعب معايا اول لما خلصت اخر ماتش لي في الجامعة كان الكلام بقى بدأ اللي هو رسمي جدا اللي هو لا انا عايزك احنا هنعملك وتعالي وهتنبسطي وستريحي وكل الكلام كان اعمل كده انا كنت ازين كل البلان بقى انا عايز اروح ادوار امريكي بعدين اروح اوروبا واخد الاعجاب واشوف ولعب في اللابل الهناك وكل حاجة وظروف كورونا طبعا بقى غيرت كل حاجة طبعا الاعجاب بهدلت الدنيا في اوروبا كان عندي اعجاب كثير جدا لغاية اليوم اللي كنت راح امضي فيه حتى الكوتش كابتنعلي هاشا معارف الكلام ده وكان جايري يعني اوفيش الكنتراكس اللي انا بس اخلص بعدين انا يعني الموضوع بالنسبالي اللي هو اخدتو اللي هو يعني كل تأخيره فيها خيرة يا ربناك ريني ستنادي مع الاهلي وانا يعني الحمد لله الاهلي كنت اتكلمت معا في فوينت اللي هو لو جالي عقد احتراف في اوروبا وغما ما هيش هيكون عندهم اي مشكلة بالعكس ده بنسبالهم بحد من ولادهم وبنت النادي بتروح تشرفهم في اوروبا وكده كده بنت النادي فهارجع عنايلي ان شاء الله انا ثباتي طبعا دعا على السوشال ميديا والكلام ده الصراحة يعني اتقلي من اعطان جانب الادارة في النادي وتقلي من كابتر رقوف عبدالقادر المدير ان شاطر رياضي والكابتر متاعي كلهم اللي هو في طمع الحلو اللي هو لا احنا ان شاء الله نقش افريقيا ان شاء الله نسبة كثيرة نستضيفها ونكسبها نقوم بمركز اول وده حلمي انا عايزة ان شاء الله نقش افريقيا ويعني نقدر نحقق المركز الاول لان ده حاجة هنضيفها للنادي في تاريخ النادي عمرها ما حصلت فهنكون بنكتب تاريخ للنادي الاهلي طبعا نحلى وقدر نكسب البطولة الافريقية وان شاء الله يعني نقدر نشارك البطولة العربية برضو الدوري والكاس ودوري مرتبط طبعا يعني ان شاء الله يعني نقدر نحقق برضو ونفرح الجماهير طبعا بيهم موسيقى 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 انا شايفة ان يعني النادي بقاله كذا سنة بيدعم ألعاب الصلاة اول ما كانش الدعم بيكون زي سنة دي مسلا يعني ما كانش ممكن في سنة واحدة نجيب خمس لايبة مثلا او كده اولاده في البنات برضو بس الدعم الألعاب الصلاة الاربع سنين اللي فاتوا اختلف تماما الفرق بتكسب فالمديرين فهيين بيطلبوا طلبات الحمدلله مدير نشاط الرياضي ومجلس الإدارة بيقداروا يوافقوا على الطلبات دي لان كل حاجة بتعود على النادي في الآخر يعني لا الصفقات اللي بتتعامل دي يعني نقدر نحقق بيها بطولات والبطولات بترجع طبعا لنادي الأهل موسيقى 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 انا صراحة زي مولتلك انا انا العبت مع مع يعني اكتر من موظم الفرقة دي انا اصلا لعبت معاهم او لابت تدهم فانعرفة طريقة لعبهم وانتشا وحسن يعني ليس هيكون شخص معين يعني انا وغدة على ناس كتير في الفرقة في ناس من جيلي استلسة في الفرقة او ناس لعبت معاها انا حسن مجرد بس اللي احنا هنبطيدي ناخد على لعب بعض كلنا مع بعض في الفرقة او على حسن السسم اللي احنا هنكون ماشيين عليهم مع كاب نعاني هاشم طبعا ده هيحيوفق يعني بنا هي بس محتاجة ان هو نلعب مع واضي شوية والدنيا يعني اكيد مثلا لما هنبطيب دوري مرتبط هتبقى غير فيما مثلا في كاس مصر ده اصلا يعني هو غصبة عندنا الموضوع بيعمل ضغط علشان انا نفسي طبعا ان اخوي يكون احسا واحد الفرقة وان هو يقدم مستوى كويس جدا وان هو يساعدهم هو في نفس الوقت نفسه طبعا ان زين تكون كويسة جدا وتقدم مستوى كويس جدا وانلاحة دائما ميكون منشجع بعض برضو حيث ان البابانا مايسك برضو في نادي الاهلي انا واخوي طبعا عايزين نشرف بابانا طبعا ونرفع اسمه في نادي الاهلي زي ما هو موجود دائما على طول انا واخويه علاقتنا ببعض علاقة يعني كل الناس عفينها اللي حوالينا يعني بنتخاف على بعض جدا جدا بابا عايزة يكون احسا واحد في الملعب بلعب فعلا يعني انا وانا عادة بره اتفرج عليه هو بيلعب يعني انا عادة بلعب من بره وانا اصلا مش كده خالص بس هو لهو في الملعب الموضوع بالنسبالي بيختلف جدا يعني انا بكون هادية جدا ومش متوترة خالص في ملعباتي وانا مجمز جدا وانا مجمز جدا وانا مجمز جدا انا هادية جدا بس انا في ملعب انا انا انسانة اخر خالص فأنا هو بنتدي البعض الانرجي دي والسفورد دا يعني دايما ودي حاجة انا وهو في زي كمستر كده بنا ممكن اصلا نوا يبصلي انا بصلي ونبقى فاهمين لما انا كنت نسافر في امريكا كان احمد يفضل صاحي لغاية ستة الصبح علشان بعد ما خلص مطشي مثلا الساعة ثلاثة ونصف نبدل انه هو نتكلم يعني على المطش اممكن كنت تعمل ايه احسن رأيك ايه يعني كنفرزيشن بنا بان اخذ وندي فيها مش بخناع وباي حاجة بس هو عشان عايزني اكون احسن واحدة وانا كمان بكون عايزال انه هو يكون احسن واحد وهو يعني ان شاء الله السنة دي راجع من اسوابه ان شاء الله ربنا يكريمه وانا اصلا مبسوطة لانا اكون موجودة في الاهلي لانا يعني اكون سفورتلي لانا اساعده ان هو يرجع لمستوى وانه هو يعني يعني يرجع لمستوى بس الطبيعي يعني ان هو بتاعه ويبقى احسن كمان ان شاء الله بسالة يعني اللي انا اوجيها الجمهور الاهلي طبعا احنا محتاجين الدعم منهم زي ما تعودنا السنة دي ان شاء الله اوعيتهم ان السنة تكون مختلفة البسيط يكون حلوة اللي بيعجبهم وان شاء الله نقدر نحقق افريكيا وطبعا نهديها ليهم طبعا كده كده وان هما يكونوا يعني معانا خطوة خطوة طبعا في يعني واحنا بناخد البطولات السنادي ويعني نحقق بس يعني جميع البطولات ان شاء الله نقدر نحرزها موسيقى 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 موسيقى